بداية النشرة من استذكار العراقيين للذكرى الثامنة لإصدار فتوى دفاع الكفائي من قبل المرجعية العليا في النجف الأشرف تلك الفتوى التي أعادت للعراق هيبته وحافظت على وحدة أراضيه من خلال تضحيات الجسام لأبطال الحجد الشعبي وهم يدافعون عن الأرض والعرض وأصدرت المرجعية الدينية في الثالث عشر من حزيران الفين واربعة عشر فتوى الدفاع الكفائي التي مهدت لتأسيس الحجدي بهدف مواجهة تمدد إرهابي داعش الذين سيطروا على أجزاء من البلاد حينها